اشتركوا في القناة الحقيقة مجلس الوزراء في اجتماعه اللي بيتم في العاصمة الإدارية الجديدة يمكن استعرض عدد مهم جداً من الإجراءات والقرارات أيضاً اللي تخص التعامل مع الأزمة العالمية الكبيرة اللي موجودة النهاردة ويمكن هذا الموضوع كله في إطار طبعاً توجيهات فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرعاة البعد الاجتماعي في هذه الأزمة بصورة كبيرة وإن الدولة بقدر الإمكان في ضوء إمكانياتها تتحمل العبء الأكبر في ما يخص الزيادات الكبيرة اللي بتحصل في الأسعار العالمية اللي يمكن الدولة المصرية ليس لها زنب في الموجة التضخم العالمية الكبيرة جداً اللي حضراتكم أكيد متابعينها يمكن العالم النهاردة بيشهد أرقام تضخم لم تحدث من خمسين سنة وستين سنة ويمكن كان فخمت الرئيس بنفسه تكلم في هذا الموضوع أثناء افتتاح طبعاً المجمع المتكامل للألبان والإنتاج الحيواني اللي كلنا طبعاً ساعدنا بهذا المشروع العملاق أن يدخل في الاقتصاد المصري ويمكن إذا اسمحوا لي في البداية يعني لو نستعرض يمكن آخر ثلاث افتتاحات كبيرة شرفنا بتواجد فخمت الرئيس فيهم كانوا كلهم بيعنوا بقطاع الأمن الغذائي واللي هو كجزء ومكون أساسي من الأمن القومي لمصر بدأنا في تشكة بحصاد الأمح وبدء موسم حصاد الأمح ثم مشروع مستقبل مصر والدلتة الجديدة والمشروع الثالث اللي كنا فيه في السادات في خلال هذا الأسبوع وطبعاً يعني ده مرة أخرى هذا هو نتاج المشروعات القومية اللي الدولة المصرية تبنتها على مدار السنين الماضية إن الدولة المصرية بتستسمر بأرقام كبيرة جداً عشان تقدر إنها تؤمن وتوفر بأكبر قدر من الإمكانيات الأمن الغذائي لمواطنيها وده جزء لا يتجزأ مرة أخرى من موضوع الأمن القومي والحقيقة يمكن مرة أخرى بأكد على التوجه اللي فخمت الرئيس قاله في هذه المشروعات واللي إحنا يمكن كحكومة أعلنناه إن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخمة المطلوب فيها لا يوجد قدرة للقطاع الخاص إنه هو يدخل ويعملها ولكن يأتي دور القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية بعدما الدولة تكون بتقوم بأعمال البنية الأساسية وتمهيد الأرض للقطاع الخاص إنه هو يبقى جاهز إنه هو يدخل في الشراكة مع الدولة عشان كده ده اللي إحنا بنأكد عليه وده تتوجه الدولة في هذه المرحلة المشروعات الضخمة اللي عارفين كويس قوي إن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم بأعمال البنية الأساسية فيها الدولة هي اللي بتعملها ولكن القطاع الخاص يكون دوره يأتي بعد ذلك ولكن يمكن أنا حابب هنا أكد على الجزء الاجتماعي ويمكن ده لأن يعني الحقيقة إحنا بنتابع كحكومة كل ما يكتب عن هذا الموضوع وإن لابد من تخفيف الأعباء عن المواطن المصري في هذه المرحلة ويمكن عشان كده يعني إحنا النهار ده وكان يمكن توجيه مرة أخرى من فخامة الرئيس إن بقدر الإمكان الحكومة المصرية والموازنة بتاعتها نشوف إزاي نقدر نتحمل العيب الأكبر وعشان كده يمكن إحنا خدنا على عاطقنا كسياسة واستراتيجية إن هذه الزيازات بتحصل في الحاجات الرئيسية والأساسية التي تهم المواطن المصري بنحاول إحنا نستوعب العيب الأكبر ونمرر الجزء الأقل على المواطن المصري عشان كده يمكن النهار ده تنقشنا جوا مجلس الوزراء حضركم عارفين إحنا وضعنا خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء من فترة طويلة ودايما معالي وزير الدكتور محمد شاكر بمرقبي كل سنة بيطلع وبيعرض إحنا بنعمل إيه كدولة ودايما كان بيحصل الزيادة المقررة للكهرباء في أول يوليو وعادت سيادته إنه كان يجي قبلها بإسبوعين أو تلاتة ويعمل مؤتمر صحفي ويشرح للناس كلها بشفافية واضحة إزاي إن إحنا بنعمل هذا الموضوع ولكن يمكن إحنا طبعاً تقديراً للأعباء الكبيرة اللي موجودة النهاردة وبرده مرة أخرى إحنا يمكن نشوفها أزمة علامية غير مسبوقة يعني وجدنا إن من المناسب إن إحنا نرجع تطبيق أي زيادات لمدة ستة أشهر بصورة مبدئية يعني بحيث بدلاً ما كنا حنبدأ واحد سبعة يعني حنرجعها ستة أشهر يعني لغاية آخر السنة بتاعت عشرين اتنين وعشرين ويعني إحنا بنتابع طبعاً مع الوقت ومع تطورات الأزمة بحيث برضو حنيجي كمجلس وزراء نبص قبليها قبليها بفترة نشوف الوضع هيبقى العالمي عامل إزاي لإنه زي ما بنقول محدش عارف بكرة في إيه اللي بيحصل والتطورات الموجودة ولكن القرار اللي اتخذ وده يمكن كان بناء على توجيهات فخامة الرئيس إن إحنا بنرجع أي تطبيق لزيادات لمدة ستة أشهر لكن أنا عايز أشرح للمواطن الكلام ده تكلفته قدية على الدولة عشان حالكم بس نبقى عارفين تسعير الكهرباء بيبقى مبني عشان برضو نبقى واخدين بالنا ودايماً أستاذنا الدكتور شاكر بيقولوا بناء على المدخلات اللي دخلة في إنتاج الكهرباء أهم مدخل كان الغاز والوقوت اللي احنا بناخده اللي بيشغل محطتنا حضراتكم كان تسعير الوقود اللي اتبنت عليه تسعير الكهرباء كان مبني على سعر الدولار القديم اللي هو كان خمسطاشر جنيه وسبعين قرش الزيادة بتاعة اللي حصلت لسعر الدولار اللي بقى النهاردة بتمانتاشر جنيه وستين قرش دي النهاردة تكلفتها على الدولة وانا بأكد على هذا الرقم ستاشر مليار جنيه في السنة ستاشر مليار جنيه في السنة طيب بالإضافة لده احنا فيه دعم حضراتكم عارفينه وعمليينه للشرايح الاولى من الاستهلاك اللي هي للمواطنين البسطاء كانت تحريك المفروض اللي كان المقرر ان احنا نحركه على مدار السنة دي برضو حيبقى قيمته حوالي اربعة مليار جنيه فلما جمع الاتنين الستاشر والاربعة يبقى بنتكلم فيه عشرين مليار جنيه فبالتالي اللي احنا بنعمله النهاردة عشان برضو نبقى عارفين كلنا ان احنا بناخد هذا القرار بدون اي زيادات وبالتالي معنى كده اللي هو لمدة ستة اشهر دول بيحملوا الدولة نصف هذا الرقم يعني عشرة مليار جنيه بالضبط فكل ده انا بقوله علشان نبقى عارفين الحكومة والدولة بتشيل قد ايه عن المواطن المصري النهاردة في اطار محاولة بقدر الامكان نخفف من الاعباء احنا طبعا الكلام ده عاملين تصميم في الموازنة بتاعتنا على احتياطي واعلنناه لكن انا بقول لان المواطن ممكن يبقى لسان حالو بيقول طب هو انت لو احتياطي ده حتصرفوه في ايه اهو انا بقول بس ده رقم لوحده ستة اشهر هتكلف الدولة عشر مليار جنيه ده فقط في بند الكهرباء النهاردة استعرضنا وبرضو انا حابب ان انا احط قدامكو الارقام والكل مواطنين استعرضنا الحمد لله موقف السلع التموينية الرئيسية عندنا الامح وزيت الطعام والسكر الحمد لله الامح النهاردة وبرضو ده كان يعني سات الرئيس قال الرقم ده احنا الحمد لله الاحتياطي النهاردة ستة اشهر لدينا احتياطي من القمح لخبز المدعم الخبز بتاع التموين ستة اشهر تكفينا والحمد لله وطبعا مرة اخرى انا بجدد الشكر اللي قاله فخامة الرئيس للفلاح المصري على يعني استجابته للمبادرة للدولة المصرية اطلقتها وطبعا برضو متمنيين ان نستمر انا عارف ان احنا موسم القمحة اخر السنة دي بسبب الظروف المناخية يعني بنطلب برضو من الفلاح المصري انه يستمر في توريد الاقماح في خلال الفترة القادمة عشان كل ما بنقدر نزود احتياطنا كل ما بنوفر عملة صعبة على الدولة المصرية لكن انا عايز اقول برضو حضراتكم عشان نبقى عارفين تكلفة زيادة القمح سواء السعر اللي زودناه لتوريد الامح المحلي او الفرق السعر العالمي اللي علينا عشان بس حضراتكم نبقى عارفين تلاتة وعشرين مليار جنيه مرة اخرى الدولة المصرية حتى تحمله زيت الطعام الحمد لله الرصيد النهاردة ستة اشهر ايضا طيب انا حدي بس مثل في زيت الطعام بالزيت زيت الطعام كان سعر الطن عالميا احنا بنستورد تسعين في المية من زيت الطعام المادة الخام اللي هي بناخدها بعد كده وبنكررها وبنحطها في الازايز للمواطن الطن قبل الازمة كان بسبعمية وخمسين دولار النهاردة بألف سبعمية وخمسين دولار يعني الطن زاد ألف دولار طيب احنا بنستهلك قد ايه زيت التموين احنا بنتكلم على الزيت كله في مصر الزيت المكرر واللي بيباع في التجاري لكن انا بتكلم على زيت التموين لوحده سبعين ألف طن شهريا يعني تمنمية وخمسين ألف طن في السنة يبقى ألف دولار معناه قد ايه تمنمية وخمسين مليون دولار طيب هل احنا زدنا كسعر زيت يعني لو انا هعمل المعادلة السبعمية وخمسين للألف سبعمية وخمسين يعني زيادة المفروض تبقى مية خمسة وعشين في المائة طيب احنا زيادة اللي حصلت قد ايه خلينا نحسبها كده الازازة اللي هي التمنمية ملي بسبعتاشر جنيه النهاردة بتتباع بثلاثة وعشين طب لو انا طبقت المعادلة كان المفروض تبقى لو انا بقول ان انا انزل السعر العالمي على هذه الازازة كان المفروض ان احنا نقترب من اربعين جنيه كانت المفروض تبقى الازازة تتباع اقل شوية من الاربعين جنيه ممكن تبقى ثمانية وثلاثين جنيه لكن فعليا النهاردة كل الزيادة اللي عملناها خلناها من سبعتاشر لثلاثة وعشين مرة اخرى مين اللي بيستوعب الفرق ده الدولة انا بس بدي لحضراتكم الامثلة لخطوات الدولة المصرية بتاخدها علشان تتحمل اعباء عن المواطن المصري انا عايز بس ادي برضو حضراتكم رقم السماد اللي الفلاح المصري بياخدوا السماد النهاردة السعر العالمي بتاعه ستمائة وخمسين دولار هو كان وصل تقريبا تسعمية انما نزل بقى ستمائة وخمسين ستمائة وخمسين دولار للطن يعني ببساطة شديدة اتنشر الف جنيه طب احنا النهاردة حتى هذه اللحظة الفلاح احنا زودناه حاجة بسيطة بقى بياخدوا النهاردة الفلاح نفسه ما بين هي الدولة بتقول اربعة تلاف وخمسمية ولكن مع تكاليف النقل والوصول بيبقى من اربعة تلاف وتمنمية لخمس تلاف بينما السعر العالمي هو اتناشر الف اخر حاجة ولازم ناخد بالنا منها الدولة المصرية لم تحرك على مدار الفترة السابقة مع الرغم من زعر زيادة المحروقات والوقود لم نحرك سعر السولار وحضركم عارفين لان احنا ويمكن دي سيادة الرئيس وضحها لان عارفين ان السولار بيسمع في حاجات كثيرة جدا فبقدر الامكان كنا بنعمل نوع من الموأمة ان المنتجات الاخرى مع السولار ولكن بنحاول بقدر الامكان ما نحملش المواطن اي اعباء كل دي يا جماعة لها كلفة على الدولة ولكن طالما ان احنا في اطار الموازنة وبقدر الامكان بنحاول نستوعب هذا الموضوع علشان يبقى المواطن اقل لعب نمرره على المواطن انا كل دي بقولها علشان تبقى توثيق للوضع للدولة المصرية النهاردة بتتحمله عن المواطن المصري حضركم شايفين وامتابعين وده دورنا كلنا ان احنا نوري احنا مش بنقارن نفسنا ببعض بالدول اخرى ولكن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات بالكامل على مواطنيها ولكن احنا كدولة مصرية النهاردة مراعاة طبعا للظروف بتاعتنا وعارفين كويس قوي كدولة وحكومة عارفة البعد الاجتماعي وعارفين قد ايه المواطن المصري بيتحمله دايما كنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتحمل احنا العيب الاجبر واقل القليل هو اللي نمرره على المواطن المصري اخر شيء النهاردة حابب بتكلم عليه ان احنا برضو كنت بتابع مع معالي وزير التموين الاستعدادات لعيد الاضحى ويمكن كان فيه توجيه ان احنا ان شاء الله برضو نزود من العدد الرؤوس الحية في خلال الفترة القادمة عشان نحافظ بقدر الامكان على سعر واستقرار الاسعار فيما يخص اللحوم وكل سنة وحضركم طيبين في هذا الموضوع رسالة اخيرة لمواطن المصري الدولة المصرية بتبزل اقصى جهدها بكل ما تعنيه لهذه الكلمة للتعامل مع هذه الازمة اللي العالم ما شافهاش بقالها مئة سنة والحمد لله زي ما سيادة الرئيس قال ما عندناش قلق في تدبير السلع الرئيسية وحضركم اكيد بننزل في كل مكان الحمد لله المواطن شايف كل حاجة متاحة ولكن دورنا كمواطنين ان احنا نستشرف الظروف الصعبة اللي موجودة وان العالم كله مش عارف الدنيا رايحة على فين يبقى احنا من ضمنيا لوحدنا نحاول بقدر امكان نرشد في الاستهلاك لان كل ما حنحاول نرشد شوية كل ما ده معناه تخفيف عن عبء وبالذات العبء الدولاري اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحمله ده اللي احنا فقط بنطلبه من المواطن الدولة هتفضل تخطط وتنفذ ان دايما يبقى عندي الاحتياطي ودايما زي ما بقول لحضراتكم الاحتياطي يبقى مؤمن بفترة زي ما انتو حرق ما هو شايفين بنتكلم على اهم سلع المواطن ممكن يبقى قلقان منها الحمد لله ستة اشهر موجودة من النهاردة وحنفضل بنشتغل على ان هذا الاحتياطي لاي ما ينزلش يعني مش حبقى مبسوط ومرتاح واستنى كده وهدى ان يعني عندي ستة شهر لا احنا بنتكلم النهاردة على ازاي اقمن ان دايما اشتري كمان فترة المتطلبات عشان ابقي على هذا الاحتياطي دايما في هذا الرقم لكن دورنا كمواطنين وده اللي انا بوجه به وباختم به كلمتي للمواطنين ضروري ان احنا نفكر مع بعض الازمة عامة ازاي محدش عارف بكرة حيحصل في ايه وبالتالي كل اللي احنا لازم ناخد بالنا منه فقط الترشيد في هذا الموضوع عشان كلنا مع بعض يا رب نعبر هذه الازمة اللي العالم النهاردة كله كان بيقول وارد انها اه ممكن تهو صد لغاية اخر السنة لكن محدش من نهاردة بقى بيتكلم عارف ممكن تستمر قد ايه فعشان كده دي اللي يمكن الكلمة اللي انا بطلبها من مننا جميعا كمواطنين ان احنا فقط ان احنا ننظر ان هذه الازمة ازمة غير مسبوقة العالم كله بيعاني منها النهاردة في دول مش عايز اقول دول متقدمة ما فيهاش السلع اللي موجودة النهاردة في مصر والحمد لله فكل طلبنا من المواطن المصري ان احنا فقط ننظر الى اللي الدولة المصرية بتبزله وانه هو يساعدنا في ان شاء الله ترشيد الاستهلاك في السلع الاساسية ولكن بإذن الله انا بأكد الكلمة هتظل السلع الاساسية الحمد لله موجودة بالكامل والدولة المصرية قادرة على اكتياز هذه الازمة ان شاء الله انا باشكر حضراتكم لهذا الموضوع وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا اشتركوا في القناة